اشتركوا في القناة الضرب في او القسمة على عشر او مئة او الف اكتشف مدرين الضرب هنا والقسمة بعض الاشياء روح مباشرة لقم اثنين حسابات الاتية متعلقة بالضرب او قسمة على عشر او مئة او الف انجزها امين باستعمال حاسبتها روح لقم اثنين حضر بائع ورد او لاحظ الحسابات قبل ذلك لاحظ الحسابات ثم حاول استخلاص قاعدة مناسبة قاعدة المناسبة هي انه لما نضرب عدد عشاري في عشرة ازيح الفاصل جهة اليمين برقم واحد معنى الجزء الصحيح يكبر 8.43 في 100 ازيح الفاصل جهة اليمين برقمين فاصل رحت لما اضرب عدد عشاري في الف ازيح الفاصل جهة اليمين بثلاث أرقام بينما في القسمة لما نقسم عدد عشاري على عشرة أزيح الفاصل جهة الياسار برقم واحد ولما اضرب عدد عشاري في 100 أزيح الفاصل جهة اليمين برقمين ولما اضرب عدد عشاري في ألف أزيح الفاصل جهة الياسار بثلاث أرقام حضر بائع ورد لمناسبة عيد المرأة ورودا ثمن الوردة الواحدة 60.5 دينار جزائري للوردة الواحدة ما هي المبالغ التي سيحصل عليها عندما يبيع 10 بينها نضرب 60.5 في 10 نزيح الفاصل إلى جهة اليمين برقم 1 معناه سيحصل على 605 دينار جزائري سيحصل على 605 دينار جزائري الفاصلة تروح و100 وردة 60.5 نضربها في 100 نزيح الفاصل إلى جهة اليمين برقمين 1 2 زيط صفر معناه تولي 6050 لما يبيع 100 وردة يتحصل على 6050 دينار جزائري باع التاجر 10 باقات بمبلغ 12500 دينار جزائري ما هو ثمن الباقة الواحدة نقسم 12500 على 10 راح نقسم عدد صحيح ولا عدد طبيعي على 10 قلنا نحسب مليا مليا صار وأضع الفاصلة معناه 1 ونحط الفاصلة معناه ثمن الباقة الواحدة هو 1250 1250 للباقة الواحدة أنجز أنقل ثم أحسب دون وضع العمالية 0.23 في 10 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 1 معناه تولي 2.3 تولي 2.3 با با عندنا 15.82 في 10 أو تقسيم تقسيم 10 15.82 تقسيم 10 قلنا لما نقسم عدد عوشاري على 10 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 1 معناه تولي 1.512 تولي 1.512 100 في 1.12 رح نضرب عدد عوشاري في 100 كنضرب عدد عوشاري في 100 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقمين معناه 1 و2 معناه تولي 112 يساوي 112 9.2 تقسيم 100 رح نقسم عدد عوشاري على 10 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقم 1 معناه تولي 92 تساوي 92 لا لا تساوي 92 تساوي 0.92 معناه 1 ونحط الفاصلة معناه 0.92 9.2 تقسيم 10 تساوي 0.92 45.23 في 100 أزيح الفاصلة جهة اليمين برقمين 1 و2 معناه الفاصلة تولي لي 4523 الآن 105 تقسيم فاصل 3 و8 تقسيم 100 رح نقسم على 100 نزيح الفاصلة جهة اليمين برقمين 1 و2 معناه تولي 1.0 580 1.0 513 0.5 في 1000 نضرب في 1000 أزيح الفاصلة جهة اليمين بثلاث أرقام معناه 1 2 معناه 0.500 0.500 أزيح الفاصلة جهة اليمين بثلاث أرقام 1 2 3 معناه تولي 500 تروح الفاصلة تساوي 500 0.5 في 1000 تساوي 500 5 و30.1 تقسيم 1000 رح نقسم معناه نزيح الفاصلة جهة اليمين بثلاث أرقام 1 2 3 ونحط الفاصلة معناه 0.0 350 تولي لي 0.0 351 ثانيا أنقل ثم أكمل 7320 تساوي 73.2 في هنا الفاصلة راحت أزدنا 0 معناه في 100 في 100 هذه نضربها في 100 طيب 69.12 69.12 معناه قسمنا على 10 قسمنا على 10 نزيح الفاصلة جهة اليسار برقم معناه الفاصلة كانت قدام الواحد معناه 691.2 691.2 تقسم 10 نحصلوا على هذه 4.815 فهنضربها بتولي لي 4815 معناه الفاصلة تروح ثلاث أرقام معناه في 1000 4.805 في 1000 0.007 سبعة تقسم ماذا باش تولي لي هاك نحسب ثلاث أرقام ونحط الفاصلة واحد 2.3 تقسم 1000 سبعة تقسم 1000 طيب 0.007 فهنضربها بتولي لي 7 فالضرب الأوزح فاصلة جهة اليمين واحد نين ثلاث نربها في 1000 كذلك في 1000 ربها في 1000 باقتيني 7 28500 على من نقسم ما بتولي لي 28.5 نحن أزح فاصلة جهة الواحد واحد نين ثلاثة معناه نقسم على 1000 كذلك نقسم على 1000 نقسم على 1000 باستعمال النتيجة الجداء المعطع أحسب الجداءات الأخرى دون وضع العاملية 38 في 16 تساوي 1328 أو باستعمال نتيجة الجداءات المعطع أحسب الجداءات الأخرى دون وضع العامل 83 في 16 83 آآ 8.3 في 16 83 آآ عنها 83 في 16 تساوي 38 في 16 هم ديرينها 8.3 8.3 في 16 تساوي 132.8 132.8 رقم واحد بعد الفاصيل 83 في 0.16 83 في 0.16 تساوي 13.28 13.28 طيب 0.83 في 16 تساوي 12 تساوي 13.28 نقمين بعد الفاصيل بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله بالإصحاب رقم عدم عشان نقم进 6 5 6 6 ترجمة نانسي قنقر